السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي الأعزاء جبت لكم الفيديو التتمة ديال الفيديو السابق ديال المسمن ديال الرفيسة نسبق لي وقدمته معاكم المسمن ديال الشحمة اللي بغا يعاود يشوف الفيديو السابق يشوف المقادر اللي سبق لي ودرت فيه نعاود نذكركم بيهم درت واحد الكيمية ديال القمح ديال الضار مغربل ماشي الفينو ودرت واحد الكيمية ديال فورص والقمح غالب على الفورص واحد القبصة ديال الملح وعجنته بالماء دافئ وخدمته متلات ومربع وورقة على ورقة أما هكا ورقة على ورقة كيجينا ساهل وكنقدرون ديرو عشرات طيل ثمانية على حسب متو مش هنقدروا في الورقة ديالكم وكتحيدوهم في طقة وحدة وكيف كتشوفو النتيجة ديالو كيجي رقيق رطب ومفرق ما كيجيش ملصق بحال الفينو يعني الفينو كنقولو كيجي شوية تجبد هذا كيجي رطب بزاف وكي شوية صحي ماشي بحال غالفينو فورص وكيف كيبال لكم انا الورقة كتجي رقيقة وكتشرب في المارق ندوزو دابا الطريقة ديال المارق اللي غاد نوجد فيه هنا خديت واحد نصف جاجة بلدية مع ثلاثة ديال كوكليات صغار كيف كتشوفو نسبق لي وغسلتهم وسقطرتهم مزيان ودرتهم هنا في هالطنجرة ديال الضغط وغاد نضيف عليه التوابل انا كنذكر لكم المقادر في نفس الوقت هنا واحد البصلة مشلضة مربعات بصلة كبيرة اضفت لها هنا يا واحد الكمية ديال الملح لحسب الضوق وغنضيف الملعقة ديال اللي بزار فلفول اسود واحد الملعقة كبيرة ديال خرقو معرق اللي عندوزع فران شعرة ممكن يضيفو واحد الملعقة كبيرة ديال سكينجبير هنا عندي واحد ثومة صينة يعني كاملة ماشينا نقطعوها وهنا واحد الملعقة ديال السمن البلدي بيكون سمن حار وملعقة صغيرة ديال المساخن اللي بغا يضيف اكتر ممكن يضيف اكتر انا غنعاود نضيفها في الاخير وغنخلي هاد هاد توابل تشحروا لي مع البصيلة ومن بعد غنضيف لهم واحد شوية ديال الماء بالنسبة للدجاج البلدي كياخد الوقت في الطياب الكوكليات غير تشحروا وغنزولهم وغنخلي نصف الدجاجة البلديات طيب على خاطرها هنا كيف كتشوفو درت واحد شوية ديال المسخون باش يتقلى لي يم زيان كيف كتشوفو جا شوية مزاحم بعدين عاود نقلدوك الكوكليات بوحدهم في واحد الكاثرون اولا شي طنجرة عندكم هنا ضفت زيت مائدة نصف كأنا كأس زيت المائدة مع نصف كأس ديال زيت الزيتون اللي بغايد درغل زيت المائدة بوحده ممكن كيبقى لكم الاختيار مهم زيت الزيتون كيطاع واحد لدة هنه غادي نمرق على دجاجة نصف الدجاجة اللي قلت لكم بلدية حيث كتاخد الوقت ديال الطياب وغادي نسد عليها بوحدها اللي بغايد اضيف واحد الكموسة ديال قصبر ومعدنوس انا ما متوفرش عندي مادرته هاش قصبر ومعدنوس تديروها كموسة وتوضعوها مع مع التوابيل تعطي معدق لديد هنه غادي نفرك المسمن او ذا كيف كان قولون قطعوه بشكل عشوائي على هاد الشكل هادا يكونوا طريفات مقبار ما صغار متوسطين ما ندروا مش رقاقتين بزاف بش ما يتعجنش لينا على هاد الحجم هادا كيف كتشوفو وكي اللي كيبغا يقطعو بالمقص يرولي ويقطعو بالمقص على حسب الرغبة ديال كل واحد كيف قلت لكم انا غا ندر برفيسة عادية بلدية هاد الجوانب اللي كيبغا لكم بويض بزاف حايدوهم حتى تستعملوهم شي حاجه اخرى ما يضيعوش هنا تتقطع بالمقص كيجي زوين ولكن كيجي طويل بزاف انا كنفضل نقطعها غير عادية انا غير حبيت نشارك معاكم الفكرة هنا كيف كتشوفو جاجة طابت غادي نضيف لي هادا بادوك الكوكليات اللي سبق لي وحيت وشحرتهم ببحدهم غادي نرجعهم نفس الكوكوت باش ياخدوا المارق وغا نضيف ليهم البصلة جوج بصلات كبار مشنفين هلاليات وغادي نضيف الحلبة اللي سبق لي وصلتها بسقطرتها ملعقة كبيرة والعدس تقريبا نصف زلافة بدر تغير كمية قليلة ايه لكنا غادي نطيبوا رفيسة كيف كان قولوا بريستيج غادي نطيبوا الحلبة والعدس ببحدهم ما غا ندرهمش بنفس المارق ولكن هذي كي بقت لكم رفيسة تقليدية عادية غادي نطيب كل شي في خطرة غا نضيف هنا العدس اللي سبق لي هتا هو وغسلته وسقطرته كيف قلت لكم غير نصف زلافة تقريبا رابعة وغا نضيف الماء الكافي اللي غادي اللي غادي طيب لي يدجاج وغادي نسده لي كيف كتشوفون اضفت الماء الكمية الكافية دي الماء وغادي نسد باش يطيب لي العدس والبصلة ونرجع معاكم ان شاء الله هنا من بعد ما طاب لي يدجاج حيتو درتوفو حطاوة دهنتو بشوية سمن اللي ما عندو سمن دهنو غيب زبدة وندخلو الفرد باش يتحمر لينا هنا ضفت واحد الملعقة دي السمن صغيرة وغا نضيف ملعقة دي المساخن ملعقة صغيرة وغادي نحرك وندوز معاكم للطابق اللي غادي نقدم فيه هنا عاديك القصرياجات ني صغيرة وما تتشرب شهاده بعدها تتشرب بدرت فيها الكيمية الكافية اللي بغايت نسقي وغادي نبدأ نسقي كيف كتشوفوا البلون ديرو في الواسط وفي الجوانب هاد الملعقة دي السمن في الاخر كتعطي ديك اللده دي السمن اعطي واحد المعداق الدير للرفيسة طريقة ساهلة وبسيطة بنسبة المبتدئات متبرك الله المغربيات كاملين حادقات هنا غادي نوضع داك الطرف ديال تجاجة البلدية من نصف وغادي نوضع دوك الكوكليات في الجوانب وهنا غادي نوضع في الجوانب شوية ديال العدس والحلبة في الجوانب اللي بغايدر تلبس لها مع السلام مع الزبيب ويديرها بحشك العشيشات في الجوانب لديك الرزيزة وفق منها بحل الشيش شوفيها بيت السمنت هي كجيزوينة وانا درت غير بيض عادي وزينته بالحبة السوداء تزين كي بقى اختياري وهذا صحن فردي غادي نسقيتها وبوحده بالنسبة لجمعة الطلعة للغداء خليت واحد الكمية ديال الدجاج كيف كتشوفه وخيط واحد شوية من الصدر وخليت شوية ديال المرقة وسقيته من الوقت اللي احتاجيته فيه هاد الرفيسة كتجي لديدة بزاف سبقوني جربوها وبالنسبة لمبتدئات هما يجربوها رأة سهلة بزاف بزاف وكتجي لديدة كنتمنى تجربو هاتطريقة وتعجبكم طريقة سهلة وبسيطة ورفيسة بحل ما كف هاد البرد كنحتاجوها في هالمساخن سنحتاجوها بزاف سيغتوف هاد البرد هذا وبالنسبة لمناسبات خلاص لكانت شي مناسبة ان شاء الله ونقدم معكم رفيسة بعقلها لحقها وطريقها هذي كيف قلت لكم رفيسة عادية بلدية بلزواق كيف كنقولو هنا هاد الطبيسة الفردي غادي نزينو بواحد شوية ديالتمر شوية ديالتمر والقرقاح ودرت واحد زليفة درت فيها شوية المعرق اللي يخسروا يزيدو حيت ما سقيتهاش بزاف وكنتمنى طريقتي تعجبكم وتنردة ديالكم وليعجبو لافيديو ما ينساش تبارتاجي مع الاهل والاحباب باش تعمل فائدة هذا فضلا وليس امرا وليغا يزور قناتي اول مرة ما ينساش يفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد وكنشكركم بزاف بزاف ذا المتابعة وعلى اللي كومنتر زوين اللي كتخليوا لي دائما واللي هلا يخدتكم اللي وعواشر مبروكة وبصحة والراحة ما تنسوش تخليوا لي لايك لايك واللي عجبو الفيديو ما ينساش يبارتاجي باش تعمل فائدة واكتروا من الصلاة والسلام على خير الانام او الى فيديو لاحق ان شاء الله واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع